ما التدريس؟ ما المقصود بمصطلح التدريس؟ فالتدريس مصطلح شائع. نحتاج إلى أن نتعرف أولاً إلى مفهومه. كلمة التدريس في اللغة مأخوذة من الجذر اللغوي درسة أي حفظة. ويقال درست الكتابة أي قرأته. ويقال درست الصورة أي أكثرت من قراءتها حتى حفظتها. والدرس في اللغة هو المقدار من العلم يدرس في وقت ما. أما عند التربويين فإن مفهوم التدريس يشير إلى موقف يتفاعل فيه المتعلم أو التلمير مع الخبرة التعليمية الجديدة تفاعلاً إيجابياً ونشيطاً بمساعدة وتوجيه وتحت إشراف المعلم. ولا بد أن ينتهي هذا الموقف بتحقيق أهداف الدرس. أرجو أن تركز معي في هذا التعريف لأنه يكشف لنا أن عملية التدريس أولاً فيها جانب اتصالي بين المعلم والطالب. وأن هذا الجانب الاتصالي ليس لمجرد الاتصال إنما هو من أجل إيصال رسالة معينة من المعلم إلى الطالب. مثل مهارات معينة أو معارف معينة. أيضاً هذا التعريف يوضح لنا أن التدريس فيه جانب تعاون بين المعلم والطالب. فالمعلم يعاون الطالب على تعديل فكره وعلى تعديل سلوكه. هذا التعديل هو ثمرة عملية التعاون الموجودة في التدريس. لا بد أن ينتهي موقف التدريس إلى تحقيق أهداف الدرس. عندما نشير إلى أهداف الدرس فإن لدينا مجموعة متنوعة من الأهداف تشمل أولاً اكتساب المفاهيم والخبرات المعرفية الجديدة ثانياً اكتساب الميول والقيم والاتجاهات الإنسانية ثالثاً تنمية المهارات والقدرات الذهنية والحركية إذن موقف التدريس هو موقف اتصالي، موقف تعاوني، موقف يسعى فيه المعلم إلى تقديم كل المساعدة الممكنة للمتعلم حتى ينجح هذا الأخير في تحقيق أهداف الدرس التي تشمل اكتساب المفاهيم والخبرات المعرفية الجديدة اكتساب القيم والاتجاهات تنمية المهارات والقدرات ما الجوانب المختلفة لعملية التدريس؟ تشمل عملية التدريس مجموعة من الجوانب المختلفة أولاً من أعلم؟ ثانياً ماذا أعلم؟ ثالثاً لماذا أعلم؟ رابعاً كيف أعلم؟ خامساً بماذا أعلم؟ المعلم الجيد لا بد أن يفكر تفكيراً عميقاً في كل جانب من هذه الجوانب قبل أن يدخل إلى الفصل الدراسي حتى يستطيع أن يقدم لتلاميذه وللمتعلمين درساً جيداً حتى تتحقق أهداف الدرس حتى يكون الاتصال الناشئ بين المعلم والمتعلمين اتصال ناجح حتى يثمر التعاون القائم بين المعلم والمتعلمين في أثناء الدرس عن ثمار جيدة يجنيها التلاميذ ويسعد بها المعلم لا بد أن تتوقف كمعلم أمام هذه الأسئلة وأن تكون إجابات هذه الأسئلة واضحة تماماً في ذهنك وهو ما سنتناوله بالتفصيل بعد قليل